إنما أنت له عبد فاكون جعيلاً في القرب منه ولا عاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرثلين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي أخواتي انظروا ماذا يناديكم الذي خلقكم وأوجدكم يقول لكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها الثماوات والأرض المسارعة في الخيرات كل عمل يرضي الله يحتاج إلى مسارعة تلاوة القرآن تحتاج إلى مسارعة الصدقات تحتاج إلى مسارعة ذكاة الفطر تكون في أول يوم من الأيام الرمضان وكثير من المسلمين يؤخرها إلى قبل سلاة العيد الأولى أن تكون في أول يوم من أيام الرمضان متى دخل رمضان وجب صدقة الفطر فعلينا المسارعة بصدقة الفطر وعلينا المسارعة بذكاة الأموال كثير من المسلمين يهمل سنة الضحى يهمل سنة الوضوء هذه سنة كان يعديها صلوات الله وسلامه عليه فكل إنسان بقدر حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يبذل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر بعده عن رسول الله وبعده عن محبة الله بقدر ما يهمل الفرود والنوافل إخواني أخواتي صلاة فريضة لا تصلى إلا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمح إلا من رحمته أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم فاخد البصر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقط قال يا رسول الله أنا ما عندي من اتعكز عليه من بيتي للجامع وعندي مسافة طويلة بين البيت والجامع والطرق غير معبدة أتأذن لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي من رحمته من شفقته من حبه لفقد البصر أذن له أن يصلي في بيتي فأتى الأمر الرباني ونادى سبحانه وتعالى يا جبريل أبلغ حبيبي السلام وقل له أن يسأل عبد الله بن أم مكتوم هل يسمع الأذان فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء عبد الله بن أم مكتوم وسأله هل تسمع النداء قال بلى يعني بأولانا بسمع الأذان قد فلا يحق لك أن تصلي إلا في المسجد وكم من المسلمين يهملون الذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة وقد تكون المسافة بينهم دقائق معدولة كانت المسافة بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيت عبد الله بن أم مكتوم ما يصل إليه المؤذن في ذاك الزمن وما سمح له ربه أن يصلي في بيته بدأت إلى المسجد وكثير من المسلمين أصيبوا بالكثل والإهمال والتنبل يصلون في بيوتهم ولا يأتون إلى بيوت الله وأنا برأيي صلاتهم قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إنما أنت له عبد فكون جعيلا في القرب منه ولا عاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر